معنا من لندن الكاتب الصحفي فؤاد عبد الرزاق أستاذ فؤاد مرحبا بك معنا إذن مع موقف المحكمة العليا وبعض محكمة الاستئناف في دعم الحكومة والاتفاقية لوقعتها مع رواندا أي سابقة يطرحها هذا فيما يتعلق بموضوع الترحيل اللاجئين وموضوع حقوق الإنسان بصفة عامة في بريطانيا أستاذ إيمان فقط ليست سابقة ربما في دول أخرى من أستراليا ولكن في بريطانيا هذه أول مرة في الواقع هذا المنضوع يشكل إشكالية كبيرة فرغم الموافقة المحكمة على ترحيلها والرحلة يوم ثلاثة وعلى متنها من ثمانية إلى عشرة أشخاص فقط ولكن القدر الذي دار حولها كثير هو انتقادات شديدة وربما أقوى انتقاد جاء لهذا من بريست شالس وليل عم وهذه أول مرة أيضا يتدخل في ناحية سياسية تخص سياسة الحكومة ولكنه قيل فيما بعد أنه يعبر عن رأيه الشخصي ولكن الكثيرين ضموا صوتهم إلى صوته خاصة جمعات حقوق الإنسان الزعماء الدينيين كبير أساقف الكانتر بيري كانت يعني كلهم وصفوا هذه السياسة بأنها سياسة بغيضة سياسة يعني تمثل عارا على بريطانيا وأنها ضد حقوق الإنسان في حين أن وزيرة الداخلية تصر دائما على مواقفها والمحكمة ربما أنصفتها في هذا ولكن القرار نفسه في حد ذاته ليس كما يقول الكثيرون منصفا لهؤلاء اللاجئين ولكن هل هذا يعني أن المعركة انتهت سيد فؤاد خاصة إذا ما عدنا لقرار المحكمة العليا فيما يتعلق ربما بترحيل هؤلاء دعمت الحكومة لكنها قالت أن هناك ستكون هناك مراجعة قضائية كاملة وستستمح المحكمة للاعتراض على السياسة ككل قبل نهاية يوليو نعم الشهر القادر ستكون هناك جلسة فإذا تم الطعن في قانونية هذه الخطوة فسيتم إعادة هؤلاء أو بعضهم على الأقل إلى بريطانيا فالعملية من الناحية الاقتصادية يعني مكلفة ولا يعرف أحد يعني مدى نجاعتها في صد هؤلاء اللاجئين هناك حوالي عشرة ألاف من المهاجرين أتوا عن طريق القناة الإنجليزي إلى بريطانيا بوريس جونسون وكذلك الوزيرة وزيرة الداخلية ترى أن هذا يمثل رادعا ربما للمهاجرين غير الشرعيين والأكثر بالنسبة لتجار البشر الذين يسفلون كثيرا من هؤلاء المهاجرين إذن كل طرف يرى في هذا الجانب إيجابي معينة ولكن الانتقادات هي أكثر كثيرا من الإيجابيات التي ينظر بها إلى هذه الخطوة ومع جدواها موضع شك كبير في واقع الأمر طيب هل هناك ضمانات واضحة بأن هؤلاء الذين سيتم نقلهم إلى رواندا لن يتم إعادتهم لبلدانهم الأصلية حيث فروا من الاضطهاد أو من التضييق أو من الحروب خاصة أن حكم المحكمة تحدث أنه لا يوجد أي دليل على أن الطالب اللجوء سيتعرضون للسوء المعاملة ولكن هل هناك في الاتفاق ما يضمن عدم إعادتهم؟ لا هناك في الاتفاق التزام بالنسبة لرواندا على أن يعني تعاملهم معاملة إنسانية ولا يتم رجعهم إلى بلدانهم هم يعني كالمستغيخ من الرمضاء بالنار يعني إذا أرادوا يذهب إلى رواندا لكانوا قد ذهبوا منذ البداية لحاجة لهم بأن يأتوا إلى بريطانيا المراد هو بريطانيا وليس رواندا فهذه يعني خطوة عقبية أكثر منها أي شيء آخر ثم أن رواندا يعني كما قيل ليست مشهورة بموضوع حقوق الإنسان إلى حد كبير بما تحسنت أوضاع حقوق الإنسان في رواندا ولكن ليس إلى الحد التي تكون منطقة جذبة للاجئين يقدمون فيها عدة سنوات لحين بحث طلباتهم هي محطة فقط يعني لبحث طلباتهم ثم يبت في أمرهم من تنجح طلباتهم للجوء ثم الذين لا يتنجحون في طلباتهم يرحلون إلى أماكن أخرى وهنا يمكن أن يتعرضوا مرة أخرى لترحيل فهذا هو الأشيء فهي المسألة يعني هي جانب إخلاقي بها جانب قانوني حتى الجانب القانوني كما قلت حدريتك مشكوك فيه لأن الشهر القاضي ربما يتخذ قرار آخر خاصة وأن القرار كان يستند إلى أدلة ضعيفة فقط وهو يؤيد الحكومة في أن هذه السياسة ستعود بالنفع العام على البلاد ولكن بشكل عام هناك نوع من الخضة لحدثت في الإعلام منظمات حقوق الإنسان بالنسبة للمعارضة بالنسبة للأمم المتحدة بالنسبة للكنيسة نفسها في المملكة المتحدة حتى العائلة المالكة كما أشرت متخوفة تصف هذه الخطة بأنها مروعة مخيبة الأمال وما إلى ذلك تتدخر فيها وتعلق عليها فيما هذا الإصرار من حكومة باريس جونسون على المضيق ضمن في هذه السياسة وهل لها روابط داخلية فيما يتعلق بمشاكله والضغوط عليه باستخدامه لورقة الهجرة واللجوء هذه ورقة غير رابحة في الواقع وتتصدرها ودريث الداخلية من قفة ربما كذلك أقوى من موقع باريس جونسون هو ربما لأنه بدأ فيها فلا يريد أن يتراجع عنها يعني هي تضيف إلى مشاكله في الواقع ولا تحل له المشاكل فهناك من يرى أن وزيرة الداخلية تتشبث دائما بآرائها وهي لها موقف قوي داخل الحكومة وهي مضت في هذه السياسة ووقعت الاتفاق مع رئيس كيجامي في إرلواندا وبالتالي أخذت على عتقة تنفيذ الأمر حتى أنها مهما كلف ذلك يعني الانتقادات شديدة في الواقع وهي لن تتراجع عن هذا وهذا ربما لا يصب في صالح بوريس جونسون لأن عدد اللاجئين الذين ذهبوا كما قلنا ثمانية يعني هذا بالعدد الخطير وحتى الموجود منهم لم يكن ينشكلوا كارثة اقتصادية يعني خصوص هو ينفق الكثير على حرب أوكرانيا مثلا انفاق كبير فما بالك بهذا العدد من اللاجئين هي مشكلة أيضا بين فرنسا وانجلترا نعم وصد فؤاد نعم شكرا جزيلا لك من لندن الكاتب الصحفي فؤاد عبد الراسق شكرا لك